نحن النهاردة قدام الحقيقة أيضا ملف مهم جدا والأهمية مش كلها للوضع الداخلي أو الظروف الداخلية اللي بيحصل على حدودنا الشرقية متصل بشكل كبير جدا بملف الانتخابات الرئاسية 2024 مفروغ منه أنه الوضع المعيشي له أولوية كبيرة ناكل إيه؟ نشرب إيه؟ الأسعار وصلت لفين؟ معدل التضخم؟ أخباره إيه؟ سعر الصرف؟ كل دي أمور إحنا يعني أي ناخب في الدنيا في أي بلد في العالم في أي ملف انتخابات معني بالظروف الاقتصادية والظروف المعيشية وأنا الحقيقة على مدار الأيام اللي فاتت كنت دايما أقول أنه الانتخابات دي الملف الأساسي فيها أو الأولوية الأساسية فيها هي للعنصر الاقتصادي أو الملف الاقتصادي لكن النهاردة جد جديد اختلف شيء في المشهد إيه اللي اختلف؟ الاختلف أنه اللي بيحصل على حدودنا الشرقية والتطورات اللي بتحصل من حوالينا الملف الإقليمي الملف الدولي كل دا بيلقي بظلال قوية جدا على المشهد ببقاش الموضوع متعلق بمستوى الصحة بس وولدنا هيتعلموا إيه وتفاصيل الملفات الداخلية دي وإن كانت طبعا مهمة ولا خلاف على ده ودي حاجات زي ما بقول هي مش بس مهمة في مصر لأده في أي بلد في الدنيا لكن ما بقاش ده هو العنصر الوحيد اللي على أساسه بننزل ندي صوتنا في الانتخابات فيه عنصر تاني مهم جدا وقضية أخرى أساسية جدا ومتصلة بشكل أساسي بملف الانتخابات الرئاسية وهي الأمن القومي المصري اللي بيحصل على حدودنا الشرقية بيخلينا نفكر النهاردة من يتولى رئاسة مصر واللي بيتولى رئاسة مصر دوت عليه بقى مسئولية وحمل يعني كبير جدا أكبر من إحنا يعني نحصره أو نقتصر الكلام فيه على الوضع المعيشي أو على المشهد الاقتصادي مين اللي يتولى رئاسة مصر فيه التوقيت الحساس والظرف الصعب والقاتل دوت مش مهمته زي ما بقول لحضراتكم بس هو تخفيض التضخم ولا رفع قيمة العملة ولا تحسين الوضع المعيشي للناس ده عليه مهمة جبارة أنه يعبر بالبلد من مرحلة صعبة جدا مخططات تحاك ليها مؤامرات تدبر ليها أخطار داخلية وخارجية وضع إقليمي وتوازنات سياسية ودولية صعبة جدا وعلي أنه هو يعمل كل ده بحكمة وبتوازن ولا يفرط ولا برضو يروح فيه قرارات غير محسوبة وقرارات فعالية أو عاطفية التوازن ده والحكمة دي هو المطلوبة النهاردة في رئيس مصر وهي الأساسية النهاردة يحافظ على أمن مصر ويحافظ على استقرار مصر وأمان الناس في مصر ويحافظ على الأرض المصرية وزي ما قلنا بالتوازن وبالحكمة المطلوبة ولا يفرط ولا ياخد مغامرات أو يدخل بالبلد فيه مغامرات ويدخل بالناس فيه مغامرات لا أحد يستطيع تحمل تكلفتها في التوقيت ده في الظروف دي بالأوضاع الاقتصادية دي بالوضع اللي بيحصل ده في العالم طيب الوضع دلوقتي أصبح يستدعي حاجتين اتنين أول حاجة أنه أي مرشح عايز ينزل الانتخابات لازم يبقى أمين جدا مع نفسه أمين مع نفسه بمعنى إيه أمين مع نفسه أنه يسأل أول حاجة أنا عندي إيه أقدمه عندي إيه أضيفه إيه الفكرة الحقيقية اللي أنا بقدمها النهاردة أنا بسأل سؤال لكل المرشحين عندك خطة عندك رؤية عارف بتعمل إيه واللي عايز تنزل الانتخابات ويحلها ربنا وخلاص هل أنت سياسي وعندك فكرة وإضافة بغض النظر هتكسب أو مش هتكسب مش ده الموضوع لكن هل أنت مستعد تبقى مسؤول أمام الله عن بلد كاملة بمئة مليون بني آدم في رأبتك بلد ضخمة ورثة مشاكل الدنيا ودي الحقيقة برضو خلينا أقول مش دعوة لعدم الترشح ولا تخويف للناس ولا تصعيب للقصة بالعكس أنا كإعلامية وكمواطنة مصرية أتمنى أنه أي استحقاق سياسي في مصر عنوانه الأول هو يكون التعددية وعلى فكرة برضو لما بتابع انتخابات في أمريكا ولا بريطانيا بيعجبني جدا أنه فيه مرشحين مختلفين ومرشحين متنوعين وأنه فيه حاجة اسمها طيارات فكرية وسياسية يمين معروف أنه هو بينادي بالقومية يعادي الأجانب يعادي الهجرة يعادي الانفتاح الاقتصادي مصطلحات بقى نخش في مصطلحات سياسية أكتر بيتكلموا عن الحمائية ويرفضوا فكرة التكتلات وقيس على ده مواقف كثير فيه برضو طيار الوسط وجوه الوسط نفسه فيه ألوان وأطياف ودرجات وفيه كمان يسار معروفة مواقفه مثالية سياسية ودعوة الديمقراطية وحرية للتعبير والانفتاحها للآخر داخليا وخارجيا دي كلها مدارس سياسية مشاريع سياسية وفي الممارسات الديمقراطية العريقة اللي بقالها سنين بتجرب الديمقراطية وبتطبقها وبتتدرب عليها الناس احتياجاتها بتتغير ووارد كمان إن اختياراتها مع الوقت التختلف إذن التعددية والتنوع مش غلط بس يبقى عن فكر حقيقي أنا كهبة أتمنى إنه يجي اليوم اللي يكون عندنا فيه عشر مرشحين أقوية كل واحد فيهم عنده فكر عنده منهج عنده رؤية هارجع تاني اللي كنت بقوله إذن إحنا محتاجين حاجتين أو الوضع اللي حاصل حوالينا والمستجدات اللي بتحصل بتستدعي حاجتين وبترتب عليها حاجتين أول حاجة أنه اللي بيترشح عليه مسئولية واتفقنا عليها ترجمة نانسي قنقر